نهارده نجمينا المصر الكبير ملك مصر في إنجلترا محمد صلاح عمل رقم جديد نهارده سجل هدف فيه ويلفر هامتون من ضربة جزائق هدف كان هدف اللي رجح كافة الفريق قدام ويلفر هامتون نهارده صلاح رفع رصيده في الدولة الإنجليزية بص رقم الجاهده رفع رصيده من الأهداف في الدولة الإنجليزية لمية واحد وستين هدف وربنا ده كان فيه لعيبة بتروح الدولة الإنجليزية من مصر هنا لعيبة مصريين لما بيجيبوا عشر أهداف بنركب كهارب ومنحتفل ومنرقص ومنتنطط وبنقول فقرة مصر وكل حاجة ده جاي مية واحد وستين هدف فين؟ فأقوى دوري في العالم الدولة الإنجليزية بص الأرقام أولاً هو دلوقتي صلاح في المركز العاشر ما بين هدفين الدولة الإنجليزية التاريخيين فضله هدف ويبقى في المركز التاسع تعال نمشي بالترتيب أول واحد أسطورة نيوكاسل ألان شيرر بعده هاري كين بعده وين روني بعده أندرو كول بعده سيرجو أجويرو ثم فرانك لامبرد ثم تيري هنري ثم لوبي فاولر وجيرماند فو وبعد كده ييجي محمد صلاح بفرق هدف واحد بس عن جيرماند فو طبعاً فاكرين جيرماند فو ده كان ياما لعب مع ميدو في توتنهام فرق هدف هدف واحد يبقى في المركز التاسع هدفين ويبقى في المركز التامن أكيد هيوصل يعني أتصور هتولي الصورة دي تاني كده شباب هتولي الصورة دي تاني تعالوا نتخيل كده صلاح ممكن يا ربنا يحميه طبعاً ويحفظه وممكن ينهي الموسم فين يعني صلاح لو جاب مثلاً مثلاً يعني 16 هدف كمان الموسم ده 16 هدف الموسم ده يبقى في المركز السادس الله يبقى السادس الهدفين التاريخيين في الدورة الإنجليزية تتخيل الرقم 16 هدف بس يوصل للرقم بتاع فرانك لامبرد في المركز السادس ممكن 84 دي هيا مش مستحيلة طبعاً 23 هدف ممكن يوصلها آه وارد يوصلها طبعاً وارد و يا الله يا خبر بيض ده ممكن يوصل للرابع كمان إيه الأرقام دي إيه الأرقام دي اللي بيعملها صلاح حرفياً وعملياً ورقمياً وكل شيء صلاح أسطورة من أساطير الدول الإنجليزي على مر التاريخ مش بس أسطورة لفربول أسطورة من أساطير الدول الإنجليزي شكرا